في جولة تضامنية وتفقدية زار غبطة البطريار بيرباتيسيا باتسابالة محافظة جنين بدأها بزيارة كنيسة اللاتين التي تعرضت إلى دمار غير مسبوق في بنيتها ومبانيها كما التقى غبطته يرافقه المطران وليام الشوملي والمطران جمال خضر وعدد من الكهنة راعي الكنيسة الأبلبي بالعبس حيث تفقد خلال الجولة آثار الدمار الذي خلفه العدوان الأخير مؤكداً على وقوف الكنيسة مع أبنائها كما التقى غبطة البطريار محافظة جنين حيث أكد الجانبان على أن السلام لا يتحقق إلا بإنهاء العنف المتزايد في المنطقة وشملت الزيارة أيضاً دار البلدية والمستشفى الحكومي ومخيمة جنين وقد عبروا جهاء المخيم عن سعادتهم لزيارة غبطتهم والوفد المرافق